تعادل إيجابي هزاع الهزاع تحدث أن تعادل ونقطة وحيدة من أرض الخصم تعتبر مكسب جيد وفقا للمستوى تتفق كابتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم نحب شيء أشكر الشباب على المجهودة التي قدمه قدمنا مباراة الشوطة أولى أشوف أنها كانت كويسة يعني سيطرنا على المباراة الشوطة الثانية يمكننا نادي الفيحة قدر يأخذ يعني بعد الفاول ارتباك في المدافعين وحصل لهم هدف لكن بمجمل المباراة يمكننا في أول ثلاثين المباراة كانت لنا بشكل واضح في فرص كثيرة ضيعناها ما توفقنا فيها يعني كان المفروض أن نعوض الهزيمة التي كانت في المباراة الماضية خاصة أن أكثر المبارياتنا ستكون خارج الملعب في هذا خارج البيت كنت أتمنى أن تكون ثالث نقاط لكن الحمد لله على كل حال عودة من جديد كابتن عبد الله للاتفاق ومشاركة أولى في هذه المواجهة لمدة تسعين دقيقة بين هذه العودة والانسجام كيف شاهد عبد الله هذه المواجهة الصراحة يعني كانت صعبة لأن تشاركت كأول مباراة على طوى تسعين دقيقة لكن الحمد لله يعني كنت أنا تمرن في نادي الهلال كل تمرين كمباراة هو اللي كان راح يختلف عليه ورث من المباراة لكن الحمد لله يعني شباب ساعدوني في المباراة هذه قدرت أقدم إلينا آخر دقيقة كنت يعني حسيت بعض الإجهات في آخر المباراة لكن هذا الشكل توقع طبيعي حكمني تقريب عادة من صابة وتقريب عشر شهور ما شاركت لكن الحمد لله شوها جيدة العودة من جديد الاتفاق هي للمشاركة فقط كابتن؟ أول شي يعني اختياري كان الاتفاق نظر يعني أحب وتقدير هذا النادي يعني هو اللي بديت فيه وغير كذا لأنه نادي كبير برضو يقدر يبرز عبدالله الحافظ من جديد وإن شاء الله أن نقدر نقدم مستوى نحصل على بطولة لأنه لسه عندنا في الكاس نحاول إن شاء الله نقدم مستوى جيد ونكسب الكاس يدام كم بإذن الله وفي الدوري بإذن الله نقدر نوصل للمستوى أفضل من اللي احنا فيه لأنه توقع لهذه المجموعة في عندهم أكثر من كذا شكرا كابتن؟ شكرا شكرا